الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان من سلالة من طين وخلقه في أحسن تطويم وركب فيه العقل ليميزه عن سائر المخلوقات وكرمه أعظم تكذير فقال وقوله حق ولقد كرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وأرزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا فضيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله الهداية والتوفيق لطاعته إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يطلب فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وعبه لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمدا صل الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّك وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع أديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أمّا بع أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ تَقُوا اللَّهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْبَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرْرْسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَأُحَذِّرُكُمْ وَأُحَذِّرُ نَفْسِي مِنْ مُخَالَفَةِ أَوَامِرِ اللَّهِ وَعَسْيَانِهِ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فَلْيَعْجَلِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيفٌ وبعض فإن حديثنا يوم عن اعترام الكبير فنقول وبالله التوفيق إن الله سبحانه وتعالى خلق النفس الإنسانية في أحسن تقوير كما قال لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيلِ يا أيها الإنسان ما أردك بربك الكريم الذي خلقك فسوباك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ تَقْوِيلِ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلَّا تَكْرِيمًا لِلنَّفْسِ وَإِعْسَازًا لَهَا لأن الإعترار يتمثل في كلمة هذه الكلمة تضم مجموعة من المعاني الإيجابية التي تتمثل في الحب والتقدير والاحترار والرفع والشروخ والعزة أي أن الإحترار هو ضد الإحتقار إذا احترمت إنساناً فمعنى أنك تعظم وتوقّر وترطيه قدراً وتقول لا هذه المعاني هي أنك تحترم هذا الشخص الذي أمامك سواء كان عادماً كبيراً صغيراً مسلماً أو غير مسلم كما سنتكلم عن ذلك والإسلام يأمرنا بأن نحترم كل من الآخر فيقول صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا أي ليس من أدينا وليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا وليس في المجتمعنا وليس في التقاريبنا ليس منا من لم يحترم صغيراً يحترم صغيراً ويوقّر كبيراً يعني إيه يوقّر كبيراً يعني يرطيه قدراً إذا كان هذا الكبير واقف أمامك وأنت صغير يأجلك أن تقف احتراماً وتقديراً لاً هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأخلاق والأخلاق التي دعا إليها الإسلام كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ما يعفّق ذي الشيبة الرجل الكبير المسلم إنه من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلمة تلا يرايك كبير تكرر رأى فيها من الحق إيدي الأخلاق ما شوح صورة من الدرجة العقوس عداد لم تقل عليها مجتمعاتنا باسم المدنية والتحطر التي انغمس فيها الشباب اليوم الولد يقول له يحك مكسوف يقول له بابا أو يا أبدي أو يا أمي يحكي ويحكي ده إذا أبك يصنع يعني يعني هما تكبرش عيش وارك يصنع يعني طبعا إيه واتفائد بأ خلاص يعني كبر كبروا وقالوا كيام في المجتمع هذه ليست من أخلاف الإسلام اعلم أيها الله أنك راعي وأنك ستسأل عن هذه التربية يوم القيامة كلكم راعي لأنه هو شريء مقنين إذا كنت إنت بتتعامل كده معه هو يتعامل معه دائم 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 احترمته ابنك لا يحترم احترمت أهلك ابنك لا يحترمه ودي كبس وها مصيبة انك تتكلم على أخوك دم أولادك يسوق يجي ابنك يشرف بناك أو تجي بنتك تشرف بناك من هذا الكلام تقول عمي عمي عمتي خلت جد كتا كل هذه الأشياء لم يأمر بها الصحة إلا من إجلال الله تعالى إكرام في الشيمة المصلم وحامل القرآن وحامل وحامل القرآن عمي الشيخ الذي رفعه الله بحفظ لكتاب الله عز وجل تأبن في الشارع ما تقولوش قد على قناحك عمي الشيخ وتقلس عليه انت تأبن في الشارع تقبل ايدي تأبن تأسفقينه ولا تقبل ايدي الإسلام قد قبل ايدي هكذا كان يفعل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل القرآن حامل القرآن ضمن الصفوة الذين اصطفاه الله عز وجل من حفظ كتابه قال تعالى ثم أورزنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادين بشيء حد يحفظ لربنا سبحانه وتعالى أعطاه العقل القاسخ الذي به يحفظ القرآن في صدره وبعدين وبعدين أنه يتعاهد القرآن يعني كل يمئره فهو الذي نفسه محمد بيده لهو أشفت تخصية يعني تخلتك من الإبل اللي فيه على قيام يعني إنت لو سبتك كمال مربو مالك سازن كده كمال هيسيبه فيه بشيء المال إيه؟ يبقى تربط تربط علشان تشعر فيه أو تحطه في مكان مغلق حتى تستطيع أن تنهض به في أي وقت أما أن تتربط يكري منك وهكذا هذا هو القرآن عامل القرآن غير الخالي فيه نكمل الآية ثم أرسنا الكتابة الذين استطينا من عبادنا فمنهم ظالم بنفسه ومنهم مقتصد ومنهم أصالهم بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جمات عدد يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقال الحمد لله الحمد لله الذي هدانا من هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كذلك من إجلال الله عز وجل السلطان المقصد السلطان تتمثل كلمة السلطان رب الأسرة رئيس المدينة مدير في العمل المحافظ السلطان صاحب السلطان اللي عنده بيحفظ بالعدد عليك أن تحتاجه معالي السيد المحافظ معالي السيد المؤنس معالي السيد المدينة وهذا الإكرار أن تحتاج هؤلاء الناس كما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا أبو سعيد بيقوله أنا كنت أبو سعيد الخدري كنت على عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم غلاء عند عين يعني شفت عند 11 سنة 12 سنة 13 سنة وكنت أحفظ ما يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكني كنت أستهي أن أقول في حضرة الكبار كبار الصحابة أبو باطر عمر على هذا الضرب غرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القيمة النبيلة فبيسلت أصحابه من من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها نسل المسلم فأخبروني ما هي النبي صلى الله عليه وسلم بيسلت السؤال يقول في شجرة لا يسقط ورقها أبدا وإنها نسل المسلم المسلم الذي يعمل ويتقرر ويعرف ما له وما عليه فوقع الناس في شجر الضبادي ويقول في قاعد يفكروا جدا رمان تفاح لمون أبو ما لقيد يقول سيدنا عطمى بن عمر القاعد يقول فوقع في نفسي مبنى النحلة وعيد خبير بس أبوه ونمه أبوه وكبابه الصحابة عمر بن خطارة أبو بكر صديق عثمان بن أعفان نحن يا جماعة النهاردة طارتنا الحد على القاعد الوقت السؤال ويقول في مشكلة تلقى النار بتتكلم والوقت السؤال بتتكلم ما عادش في احترار خالص حتى في مشاكلنا المسلمين لأ الوقت عاوزه كبير ولا يعرف يعني ايه كبير عشان يحترموه ولا كبير قاعد علشان يترضى عليه كل عاوز يسبق ويقول أبو الملك لا حتى في الصالة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قولك أنا يمسح من أكبها يقول استاوه ناس جاء تبصي مين وشمالا علشان الصف يكون معتدل ومستقيم ثم يقول لي لياني يانا لياني يانا يعني اللي أفرايا مين العقصة يارا لا يقول لك قولوا الأحلام والنعا ناس كبيرا اللي فيه فريدة لأيات اللي ايه اللي قول إنه هو اللي عنده عقب إنما يا فعيل صغير ينفعك شيء العيل الصغير اللي هيبطع عليك الصلاة هيبطل اللي جابني منه هيبطل التلفق شمال في مين العزيزين أخش الصلاة ومن الصلاة كده يعني ما فيه راحة وقبول ماسك وقبول من الله سبحانه وتعالى ما نشهرش إذا قلت الله أكبر فالله أكبر من الزوبة ومن الولد ومن الولد ومن ببينك ومن الأرض والعقارات والسيارات وكل الأمور بتاعك تغير كل شيء خلف ظهرك حينما تكبر تكبيرة الأحراب ليالي يالي ليالي ولول الأحلام والنح طب ماذا بعد كده قال صنفة النزيدة يلونهم الكبر الأول وبعد كده الشباب وبعد كده الصويرين وبعد كده الستات وبعد صنفة النزيدة يلونهم صنفة النزيدة يلونهم وستجدون بعدي اختلافا كثيرا لا الدنيا بقى عكت يعني مثلا الصلاة وكنا أحد الصلاة وكنا يعني شوفنا على السوشال ميديا الزبت وقت مراجل وراجل واحدة ياخذ ولبصال العيد يا سيدي ماشر نبي هل تخرج العواجة والنواب الخضور والعيض ليشهدنا صلاة العيد وليعتزلنا المصنف يشهدنا لا مش هيها خلازة فعل لا مش هي صلاة القبيطة لتعليم إسلامية وبعدين الناس بتصور وبوقفين في الصلاة عند البيت حاكم والمعمل يهام راجل انت جاء تصنزع انت جاء تقدي شعيرة انت جاء تقدي فريرة ما عاد الحرب الحرب اه ما فيش مش ده لأني لكم خصوصية خصوصية وقدسية عالية مراتك جمي منك ماشر في الحرم فقط اما في غير الحرم ما فيش اجنة مش هكذا ترس الرجال ثم الشباب ثم الاطفال ثم المساق اخي السلسل هكذا علمنا النبي محمد سلزارة تحتمل نفسك تحتمل دينك تحتمل يعني ايدي دين مش لعبة ولا قوضائية ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا شوفا كده يقولوا احنا عروت لمسعود الستقافي لما ارسلته القريش للتفاوض مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سلح القديمية فبيقول ايه 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 والله امين رحت قصور كتير ورحت عند اللو ورحت عند الوزراء ورحت يعني بمعنى كده يعني فلما ارسلتني قريشا للتفاوض مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارسلتني لقيت النبي صلى الله عليه وسلم اعدوا الصحراء حوالا منه ما فيش حد بيقول لا حركة ولا هبس فمن تكلم كان يخفض صوته واذا انتخن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرس اعقوه بالنخانة وآمد ذلك أنا قلت بش نخاء احترام وإذا توضأ كادوا أن يقتتكون على أبوءه فما وجدت قوما مثل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سلب في إسلامي عروض مسؤول لما شرف تعظيم الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واعترامه له وتوخيره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسلم عروض ابن مسؤول وكان ذلك سوفا في إسلام لكن هناك صور لإحترام الكبير منها احترام علماء احنا كنا سبابة نشوف الأستاذ بتاعنا نقطع عليك للمقدم اليوم ما نواجهوش النهار الضرب بيعيز محيدة إصدارها خود يا أستاذ خود يا مسؤول عاملية مسؤول حتى تقولوا بتاع القرآن مسؤول ما نقولوش الشيطة تقليد وحضارة لما تيجي تكلموا لانت حضار لا عايش نخام المفاة كم النتيب أوى عم الشيطة لا والله ليش نتجي ولا حال كم للمعالمين وفيه التبشيلة كابا المعلم المهن يكون رسولا ما قلت في اليمن سنة 2007 ففيه استاذ من السلفية يعني العياد بتوع اليمن كانوا هم لأخذ في الأول كلا قيامة زي ما عندنا في مصر ساعة سنتخش بسوصل عايت احتراما تجيب استاذ فعل السلفية تنتقل مصري وهم هنالك العياد بيقولوا بستاذ بيسك محمد السالم هالد ليم فلان مش بيسك كذلك حتى لو كانوا ليم حتى لو كانوا عارس إنه بيسك أولا قال النبي صراح وأنكرم أبي الأعراب أشد غفرة ونفاق وأشدغل أعلان الحجودة ما أنزل الله على رسولنا وعلى المنين والله عليم الحكيم فأنا فتدخرت ليه تري يوم أي تلت يوم أنا رابع يوم قعد لأنت أخذ يوم أسبوع كذا تري أسبوح قال ليه تري خمسة يقوم عشرين فسابت ما لا يكدت فتعي تعملي قال لا أستاذ محمد سائز محمد سائز محمد سائز قال إلا لا تخفوا الآن النبي صرزاه السائزة قال من سره أن يقوم الناس له قيامة فليتبروأ مقعده مياه كان سائز أن يلقر الأطفال أو يلقر الأولاد تلقي غير صحيح فانسيك بسنى استاذ أنستاذ إنت عارف يعني إيه هذا حيث تقول العديد يا أستاذ ما صره وخياله اللي تدخل في وسط تفتخر وتختار بنفسك ودولي أرض تشارك يتهدن عنك أد يا أستاذ إنت عاوز يعني تأفلك تأفلك ما تأفلك سيصدر ما تأفه وتفلك قال يا أستاذ إحنا نقول لك إحنا نحتربك في قلوبنا ونعزك في قلوبنا ونأضرب وانتليك مكانتك لكنهم لك لا تنشور قلوبتك المفاهمة دي الغرابة الشيعة حسيين وسنفيين وكلهما على الباطن الآتنين بيدربوا إيه في بعض فالقاتل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقل مسلماني بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فالقاتل 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 أفريقيا يبسط إلى الوقت ينحن إلى طال الضابط يسلمانيك وهو منحن هكذا يقبل يدي يكون في طاعاتك يا أستاذ تؤمن أي شيء معلمين أأثر معك إلى أي مكان باحترام هذا أعكمه وهذا عربي وقال ليه لو لا نزلت آياته أعجمين عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آدم وق وهو عليهم عبأ أولئك إلا دون من مكان العين رغم أن الإسلام أو الإيمان يماني والحكمة يمنية أتلاقيها مكتوبة كده في المطار وعليكم بأهل اليمن فأنهم أليا مغلوبا وأرق أفعدا إلا أن الكير هذا في الكير القديم أما في الكير الحالي حد صراحا إبقى إحنا بقول احترام العلماء فالعلماء هم ورسط الأملياء والأملياء لعبوا الحزن دي نارا ولا تراما ولكنهم ورسطوا العلماء والله عز وجل رفع مكانة الأولماء يرعى الله الذين آذروا منكم والذين يقودوا العلماء درشات قلنا برضو احترام من المصاهر والاحترام احترام الكبير الأباء والأملياء والأملياء وزي ما قلنا في المقدمة الخطة للوقت قلنا نارض ما قلنا في حالك انت بصبع صبيبك تقول يا أبي أو يا أبدي كما قالت يا شوف سيدنا إبراهيم بخطره الكافر اللي مش عز وجلت الإسلام يقول له يا أبدي بصنوب راع بصنوب فيه بلاء وفيه بيان يا أبدي لما تعبدوا ما لا يسمع بلو شكوية يا أبدي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يرسل ولا يرمي عنك شيء يا أبدي لما تعمل الشيطان يا أبدي يخاطب مصنوب البريق شوف سيدنا إسماعيل لما ينسيدنا إبراهيم عليه السلام قال له يا أبدي أني أرف المنابي أني أسلحت شوف طعب انظر ماذا تعمل قال يا أبدي يا أبدي افعل ما تعمل يا أبدي لو أنت بتقول لي ابنكي النهاردة تعالى لما تباحك أنا هاتباحك ولكن تتباحي ده أنا اللي أخلص عني ده أنت رجل ويجنون ده أنا أودك في دهدي ده أنا هنجبك الحكمة دلوقتي وتسجنك وتعنقر عليك وناخد فلوسك ده ليه أنا فيش تشبيه ما أجمع لما هم شيء إزاي يحتد أكبر منه أنا من الحديث أنا من الحديث مع الكبار المدرسة هيعمل إيه؟ ولا الجامعة هيعمل إيه؟ أما أنت فيه أنت طول المعارات بارة في الشارع بتجري على أنت هل إذا بتجري المية؟ بتأكل أنعام مواشيش عليك تجيب الأكل من دولهم؟ لا إذا كانت هذه الطريقة فطريقة الألعام تربيت الألعام أنت بتأكل الناس لا تحقق ولا تفع أمار وعجلهم وعربيهم وعجلهم مع النب ما ينفعش نيسا تتغيطوا مار بالحقة أن أنت بتجري ولوما تلا ليه شوز ما تبطيك بالميانة والوات ممكن لخيرك مشكلة تدفع عمرك وحياتك بالميانة ما هو مش مهد؟ الهداية من الله علموا أولادكم وربوهم على موائذ الرحمن على أخلاق الرؤان على أخلاق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده حتى شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل كان يحترم غير المسلم احترم غير المسلم مؤقت المسلم يقوم كده في جنازة الحدية فاليوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يررى رسول الله إنها من يقودين أنزل فيقول صلى الله عليه وسلم أليست نفسا أليست نفسا نعم دي أخلاق الإسلام يعني يقول لك لا ينهاء الله لا ينهاء الله عن مين عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديان أن تبرقوهم وتقصتوا بلايهم إن الله هيحبوا ليه المقصتين وإحنا عرفين من الوقت اليهود اللي كان كل يبي بيسي النبي صلى الله عليه وسلم وحط القزرات قدام منه وبعدين يعيه ويروح يشوفه فيقول له أنا كنت بأزين وقيت شوفني يقول له الإسلام أمر من كده والدين بتاعه أمر من كده فيشهد الله الله يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الحمد لله الذي أنقذه بيه من النار عباد الله الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا أشدهم إنه بما تعملون بصير الحمد لله والعالمين وعاقبة بالمتقين ولا عدوانا إلا على الضاربين واشهد لا إله إلا الله الله الرحمن الرحيم واشهدنا سيدنا ونبينا واستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم الله صرف وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه ومن تبع ذيهم مسافة على النهجين إلى يوم الدين وبعض كنت أيضا احترام الأقارب الأقارب الأعمام هذا كان في غير احترام الكبير اللي هو مش قريبك أمرك الإسلام أن تحتاربه فالأقاربون هؤلاء بالمعروف تتعامل معهم بالمعروف تحترفهم كان صلى الله عليه وسلم جاء له رجل يقول له يا رسول الله إن لي أقارب لي أقارب أقارب أولاد أخوك أولاد أختك أولاد خلفك أولاد عمك أولاد عمتك أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسنوا إليهم ويسيقون إليهم ويسيقون إليهم عمالي رجلهم هؤلاء اللي بارد موزه أبوك فيني قالوا من يعرفش قوزك فيني يا سيدتي وده لسه خالف يمكنني أن يمعسرين لو دك أنا لا يعسرين هؤلاء هؤلاء مش مزيدوش أصلهم ويقطعونني طبعا إما لوحد بأدباتي أنا أقول أنا معتش ولا أنا راح أكم المحتاجين المحددة وليسيقين أضاروا إليهم أصورا أصلهم ويقطعونني وأحسنوا إليهم ويقوموا إليهم ويسيقون إليهم بعضوا الإيدي اللي تمدت لهم وأحلموا عليهم وأكلمهم بالعلم وأصافهم مرتفع ويقالون عليهم يا راح أمامه أسنوق العربية إنت لو تعملتي كدا أتبع تاني والله إذا ما تلت تشفوهم المل أي الرماد الحار إيه عندها بتحط تعشق وقوم كده إيه؟ الرماد الحار أنس يجعهم زي ما انت بتتألمك فانت رايك تبسن كده إيه وهو يسون إليه رايح تسوفا تشكح لك عادة والله يقول إننا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع وزنة أم واحدة أم المتحبة في الله بس كالجسد الواحد إنت تسأل ليه ونسأل ليه وده الإسلام فاحنا مش محتاجين حالك أبدا إحنا محتاجين نسأل بعض ما تزوفر مع بعض ما تراحم مع بعض لأن من ده هتاخد الأكل من الله سبحانه وتعالى ماتش ناخد الأكل منه ليه؟ مردتوا يا تعود ليه وقال كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين استطعمتك ولم تطعم كيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين استطعمتك؟ ولم تكسني كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ ألن تعلم أن فلانا كان عنده كذا؟ ولو سلتطبر وجدت لي عنده؟ ألن تعلم أنك لب أطعم تطبر كأنك أطعمتك؟ فهو يطعم ولا يطعم فما وجد الإخوة الإسلام أن رب أبدأنا على الاحترام الكبير على التعاليم والأخلاق الحسنة أخلاق القبام الكريم الولد يحترم معلمة يحترم أبا إذا احترمك هي يحترم المعلم هي يحترم الكبير لكن هما ما احترمكش خلاص إلى جنوب الأرض خلاص أنت جابنا زرية فاسدة تفسد في المجتمع ويريتها تفسد بس عندك ده تفسد في كل المجتمع يعني زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لي في الحديث كمسر القومي استاهروا على سفينة فأحكوهم أصاد أعلى وعضوهم أصاد أسفلها إذ كمعاً هما افتحت أنا ما أقول شو رجل عشان نشرق مريد نعكش نرقها نشرق الخوف واحد كده يشرع له شرط القبرة لهم رأيهم لو أننا خرقنا في مصير آخر عملنا فور رجيلة عشان نشرق ومش كل شو هنطلع فور فالجماعة الخلاء لو سكوه لبارحة السفينة مش يعمل في ست من مين ولو هم أخذوا على قديل جمالية وماجهة السفينة فأنت إبتك العضو الفاسل تأوفك هيصيد الآخرين هيقتدوا لي وإلا للأسف الشديد السوشال بيديا طبعاً والعيابة بتتخلص دور السوشال بيديا وإلا في الخاوي والتوكتو ومعرفش إيه وحاجات هنزل ضمن سلطان وهي صغيرة كده مسكة تليفون وعملة فرق وتحفظ وتتكلم كأنها يعني زي ستة كبيرة بالصدق أو أولئك برطو يتكلم زي يلونك إن خالد الأخلاق دين من السوشال بيديا من السوشال بيديا إن شاء الله من السوشال بيديا اللي هي هتودينا في داعين ولا تربية ولا أخلاق وغزف غزف بيوتنا كلنا فما أحواجنا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى تجعل النفسك رقيب رقيب على أبناء بتشوف نشوف إيه لما يجيب العديدات يقول لها هادي القرآن يعاني جهت من المبتاع دا يجيب شوفكم على القرآن بدل ما يجيب لنا القرف السيف اللي انت بتشوف زيه يقرى القرآن يحفظ القرآن يجيب حديث يسلح حديث يجيب منشودة دينية التهرب الديني يحفظه مش عاجات تقول لها مهراجمات وعاجات ما أنف نوريا وسلطان أسأل الله العظيم أسأل الله عشر العظيم أن يفتعنا بباس نعنى وأن يقعنا من الذين يستفعون القرآن في الدموع المحسنين اللهم قرنا بداية المالديين لا ضررني ولا ملدين وإذا رأت العبادك فتنة فاقبضنا إليك خير وخاتنين والمفتنين اللهم آتوا نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولاه فنعم المولى ونعم النصيص اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها بلادنا مطمئنة إلى يوم التداد اللهم أسمع في كانت صلاحه صلاحا من المسلمين واهد يا ربي من كان في نصرا وعزا وتنكين من المسلمين اللهم رفعنا الوباء والبلاء والغلاة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم قوم أخلاقنا اللهم قوم أخلاقنا اللهم قوم أخلاقنا اللهم وفق أبنا أنه في الساقوية الأزهرية والتي يبدأ امتحانها قادم إن شاء الله اللهم قوم أخلاقنا اللهم قوم أخلاقنا والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعهم وآخنا الصلاة